زيدوا ففي القلب للأحباب متسعوا ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يواضعينا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بلون من ألوان تربية الآباء للأبناء كم نحتاج في هذه الأيام إلى أساليب التربية الراقية إلى الأساليب القرآنية والنبوية التي يوجهنا إليها الإسلام من أجل أن نحوف أبناءنا بالخير والنور في هذا الزمان الصعب أيها الإخوة الأكارم أحدثكم اليوم عن لون راق وهو أن ننقل بالتربية بأولادنا الخبرة التي اكتسبناها قديما قالوا أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة أتوجه إلى الأبناء الأكارم أقول لهم صديقك لا يتمنى أن تكون أنت أفضل منه ولا إنسان على وجه الأرض إلا شخصين اثنين الأب والأم لذلك هم ينقلون لك الخبرة بصدق بإخلاص بحب أيها الآباء الكرام في كل موقف من مواقف الحياة في البيت في النزهة إذا استحبناهم إلى السفر إذا كنا معهم في أي موقف في بيت الأهل إذا أخذناهم إلى يعني زيارة الأرحام أن يكون نستغل المواقف من أجل أن نوجههم تربويا تعالوا معنا إلى يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع أصحابه يستغلوا المواقف ليوجه لهم يعني توجيهات تربوية هذا يعني يكون أنه يعني التوجيه بوقته ويكون مناسبا ويعني سبحان الله يبقى راسخا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدرسة وهو الأسوة يعلمنا من هذا الموقف التربوي والنبي عليه وسلم كل مواقفه كانت تربوية انظر روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيا فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثدييها إذا وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته امرأة كانت من بين الأسرة يعني وكأنها كانت يعني ترضع كل ما شافت ولد صغير يعني عمره دون السنتين تأخذه وتضمه سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام شاهد هذا الموقف الذي فيه حنان فيه عطف فيه حسن يعني رعاية فيه حب من هذه الأم للأطفال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ممكن أنه هي تحط أنه ابنها يعني تزدت على النار قلنا لا لا والله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بعباده من هذه بولدها هني شاف الموقف موقف أم ترى طفل صغير هو ليس بولدها حنانا وحبا تأخذه وتلسقه ببطنها وترضعه موقف يعني يستحق أنه الإنسان أن يعلق عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه تطرح ولدها في النار ممكن تزدته قالوا لا يا رسول الله فقال الله عز وجل أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها سبحان الله هذا الموقف هلأ سلوا إنسان عمره 30 أو 40 سنة يعني يعني بإيش وعظك أبوك بيقول لك انسيت لكن بقيت المواقف الموقف الفلاني والموقف الفلاني والموقف الفلاني اللي صاروا معك ما بينساهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام استغل هذا الموقف لو كان هناك موقف حدث في 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 البيت في السوق في السفر ورأيت من المناسب أن أن تعلق على هذا الموقف يعني مثلا لو كنت في حافلة وكان هناك شاب وأتى إنسان يعني كبير في السن فقام له هذا الشاب وأجلس كبير السن أذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أديش ما أروعه هالشاب أديش في احترام أديش هو موقر والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه شايفين هالفكرة هاي سوف تبقى راسخة في قلب هذا البرعم أو اليافع أو الشاب إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لن ينساها لذلك أيها الإخوة الكرام كيف نمد أولادنا بالخبرة بهذه المواقف أيضا عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدري البدر يعني ليلة خمستاش القمر يولد هلالا ثم يصبحه بدرا البدر يعني يوم خمستاش فقال إنكم سترون ربكم استغل الموقف أعدينك بالصحراء وعلى فكرة لما الإنسان بيكون بالصحراء يعني يجلس في الصحراء الآن لما نجلس في المدن لا نرى البدرة حقيقة يعني إننا عايشين وبنايات وكذا وهي لو كنت في الصحراء يعني ترى الأفق كاملا فترى البدر بدرا والهلالة هلالة قال لما شافوا إننا عم ينظروا على البدر وهم مسرورين فيه والأمر نحن الشغلة الرائعة من إلا أمر سبحان الله ليش لأن القمر يعني يعني جميل مضيء مريح للعين يعني الشمس ربما تكون مؤذي الإنسان لا يستطيع أن ينظر إليها والصحابة ينظرون إلى القمر وهم مسرورين بليلة النصف من الشهر فقال إنكم سوف ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته بدكم تشوفوا الله عز وجل يوم القيامة والله ليس كمثله شيء لكن يوم القيامة يؤتى الإنسان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد يعطى إمكانيات فيرى الحق يعني جل وعلا يوم القيامة هذه أشياء من كرامات المؤمن يوم القيامة أنه يتمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب متفق عليه يعني إذا بدك أنت بدك تدفع ثمنها ترى الله عز وجل يوم القيامة وترى هذا النور إذا القمر وهو مخلوق هو بهذا الجمال استغل المواقف الأم تستغل المواقف يعني سبحان الله فلننتبه يجب أن لا يكون هناك مقارنة بين الأبناء ولا مقارنة مع أبناء العمومة وأبناء الخال ما بننا نجي نحن نشوف موقف شفتيا لما كانت بالموقف بالموقف الفلاني كيف يعني كانت يعني تقدم الضيافة أو كذا وهي ما أنت يعني تصفها بالأشياء التي لا ينبغي لأم أن تصف أبنتها لا نستغل الموقف من أجل أن نعلم من أجل أن نرشد من أجل أن نأخذ بأيديهم إلى إلى الكمال أيها الإخوة الكرام عثرات الأبناء هي مواقف لا بد من استثمارها في التربية الصحيحة لو عثر أبناؤنا يعني والأبناء يعثرون يعني كيف الإنسان بيصير جيد الإنسان الجيد هو ابن الأخطاء التي صححت والتي قومت ما صار إنسان يعني ذو خبرة وذو تجارب هل أنت بتشوف مثلا تاجر ناجح هذا النجاح إنما هو عن عدة تجارب فاشلة حتى وصل إلى نجاحه إذا قيل السعيد من التعظ بغيره والشقي من كان عظة لغيره فالأبناء يحتاجون إلى من يصوب خطأهم كل ابن آدم خطأ كل ابن آدم خطأ أولادنا يخطئون ولكن يجب أن نأخذ الخطأ بحنان وحسن رعاية القرآن الكريم وهو مصدر التشريع يعني ذكر لنا الصحابة يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين سورة آل عمران فيها آيات طويلة وهي تتحدث عن غزوة أحد وكيف يعني تعثر الصحابة وكيف أخطأ الصحابة وكيف في بعض المواقف يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك درسا للأمة سبحان الله الأولاد وكتب ذلك في القرآن الكريم حتى ذكر الله عز وجل كثير من الغزوات ذكرها في القرآن الكريم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات حتى تكون درس سبحان الله الأولاد يخطئون يخطئ قالوا بابا أنت هل أخطأت ولكن كان من الأفضل أن نفعل ذلك ولكن قدر الله ما شاء فعل والإنسان سبحان الله إنما يقبل النصيحة من والديه أيها الإخوة الأكارم قد يفتقد الأب إلى الخبرة ولا يجدها لما عنده خبرة يقدمها سبحان الله لذلك أنا أنصح الإنسان قبل أن يتزوج أن يكون عنده قاعدة بيانات ولو بالحد الأدنى قبل أن تتزوج قبل أن تركب السيارة تستحصل على شهادة من أجل أن تقود السيارة قبل أن تتزوج لابد أن يكون عندك شهادة وأقول للذكر وللأنثة للأب وللأم كن عندنا حد أدنى من الثقافة من الثقافة الاطلاع كيف نربي أبنائنا كيف نتعامل مع بعضنا كأزواج من أجل أن لا نفشل في الحياة قد الأب لا يكون عنده الخبرة الكافية فيستعين بخبرة الغير من هي الخبرة الناجحة هم الأسوة الحسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء والعلماء النابغين العالمين العاملين الذين كان لهم مكانة في المجتمع نجيبك أشياء إقرأ عن عن فلان وعن فلان وعن فلان كل إنسان على حسب سنه نعطيه خبرته في الحياة لو اقرأ عن فلان وخبرته في الحياة بده هو مثلا يصير صيدلي أو طبيب لو اقرأ عن فلان وفلان لا أستطيع أن أقدم لك أن أكون لك قدوة في هذا الأمر ولكن تستطيع أن تقرأ عن كذا وكذا ممكن أن تأتي له ب قدوة عملية موجودة في بلده إنسان ناجح دخل هذا الاختصاص ويعطيه الخبرة يجب أن نوصل الخبرات لأولادنا لأنه نحن إذا ما علمناه الخبرة سوف يتعلمون خبرة ولكن من نوع آخر خبرة في الرذيلة وخبرة في أمور لا مكانة لها في شخصية الإنسان المؤمن هلا لو شفنا خبرة أولادنا أولادنا بيعرفوا أسماء اللاعبين وهي لا تفيدنا في حياتنا ويعرفون كم أسعارهم في الأسواق وماذا يدفع لهم في الشهر من فاز ومن تأهل وماذا عندهم من ذهاب وإياب هذا إذا كانوا انشغلوا بالرياضة أما إذا انشغلوا بالفن وانشغلوا بالمسلسلات وانشغلوا بمتابعة الممثلين العالميين وانشغلوا عن العلم وانشغلوا عن المعرفة صارت خبرتهم بشيء لا فائدة منهم أيها الآباء أيها الأمهات كونوا صادقين في حبكم لأولادكم وعلموهم كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننتهز الفرصة في كل موقف من مواقف التربية الأولاد ينسون المواعظ ولكن لا ينسون المواقف جيب إنسان عمره خمسين سنة اسأل الآن الأب الذي يسمعني أنه شو أقول لك أبوك بيقول لك آيين لي كتير والله ما لي متذكر لكن في موقف في يوم كذا من عام كذا وحصل كذا إلا لا أنساه أبدا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتهز أول موقف الذي ذكرته لكم هذه المرأة التي كانت في السبي وكيف أنه كان حليبها يخرج من ثديها وكذا وهي والصحابة تأثروا كلهم عم يشوفوا الحب والحنان والأم كيف تكون عطوفة حتى على غير أولادها فذكر لهم أن رحمة الله عز وجل هي أعظم من رحمة هذه المرأة بأولادها ثم ذكر لهم موقف آخر الموضوع القمر ليلة البدر قال إنكم سوف ترون ربكم يعني كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته وذكر لهم أنه يجب عليهم أن يكثروا من التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل يجب أن نستغل المواقف في الحياة استغل المواقف يعني كل موقف لا أدري ما هي المواقف كل إنسان حسب أولاده وحسب يعني ما يعيش معهم وحسبه إذا الله شف مريض قال له شوف كان مريض لا يستطيع الحراك والله أكرمه بالشفاء لأن الشافي الشافي هو الله وعلينا أن نستغل العثارات والهفوات عند أولادنا من أجل أن نصوبها أيضا أيها الإخوة الكرام وإن كنا قد افتغتنا الخبرة ما في خبرة حقيقة يجب أن يكون هناك خبرة ولكن إن لم يكن هناك الخبرة فيجب أن نأخذ بأيديهم إلى أهل الخبرة حضروا مجالس علم حضروا مجالس الصلاح أن نذكر لهم الأسوات والقدوات الحسنة عسى أن نرتقي بأبنائنا من أجل أن يتمتعوا بخبرة راقية نريد الخبرة التي عند أبنائنا خبرة الخير خبرة المعرفة خبرة الأخلاق خبرة القدوة الحسنة وكما قلت لكم معظم الأبناء الآن مش كلهم معظم الأبناء تكون الخبرة عندهم لا في الفضائل ولا في المعارف ولا في التاريخ ولا حتى إذا سألته عن بلدي كم محافظة بلدنا عدله قل له ما أسماء الدول العربية يمكن ما بيعرف أما يعرف أسماء الفرق الأجنبية التي تلعب كرة القدم وغيرها حسب الوجهة التي توجه بها الله عز وجل يلهم الآباء أنه ينقلوا الخبرة قال له بابا بدي أعطي خبرتي والخبير عندما يؤتى بخبير إلى شركة هذا سعته بالآلاف المؤلفة شو الخبير؟ الخبير هو الإنسان الذي عنده تراكم معلومات أيها الأب الكريم أنت خبير تتمتع بكم كبير من المعلومات وصل إليك عن طريق التراكم أنقل هذه الخبرة وهذه المعرفة وهذه الفضائل وهذه القيم وهذه الأشياء التي هي كنز ثمين أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة أنت أيتها الأم ليلة لبنتك كيف تتعامل مع حماتة عطيها الخبرة بسموها كلمة السر في التواصل مع الناس سأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا وأولادكم من الناجحين من الأدباء النجباء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يواضعينا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا